بسم الله الرحمن الرحيم طلبت المرحلة الأولى نبدأ معكم اليوم المحاضرة الثانية في محاضرات الدهون This lecture includes two topics. First, biological membranes and second, fat soluble vitamins. I will start with the first topics which is biological membrane. First of all, structure and organization of the membrane. The biological membranes consist of double sheet, which means bilayer of the lipid molecule. This structure is generally referred to as the phospholipid bilayer with hydrophobic tail and hydrophilic heads. Yes, so the biological membrane consists of two layers. The structure of this membrane, the phospholipid, هو بمكوة من الفوسفولipid اللي تكون الhydrophobic tail into inside and the hydrophilic اللي هو الهيد يكون إلى الأوتسايد أو in contact with the acuous media. يعني الجزء الhydrophilic اللي هو الهيدس مالا اللي يكون هيدrophilic يكون يقابل الأكيوس ميديا اللي يكون water soluble. أدنا اصطلاح اللي هو الموزايك موديل اللي هو الموديل of the membrane. It desccribed the membrane structure as a mosaic of منأشي يتكونا من من الفوسفوليبيد والكوليسترول proteines and carbohydrates إذن الممبران includes up lipids, protein and sugars Lipids اللي هي من الفوسفوليبيد والكوليسترول وأقلنا البروتين والكاربوهيدرات اللي هي من البروتين and sugars Various type of lipids that occur in biological membrane أنواع مختلفة من الليبيد الموجود بالbiological membrane مثال أدنى الفوسفوليبيد الغلايكوليبيد and esterol نبدأ بالمحاضرة السابقة تركيب الفوسفوليبيد قد يتكون من 2 فاتي أسيد تشين مرتبطة بالجليسيرول التي ترتبط بالفوسفيت جروب الموجودة بالهدف الفوسفوليبيد الثاني من هذه الموجودة يتحدثون غليكوليبيد يتحدثون غليسيرول أو سفينغوسين ويجب أن يكون لدي شغر مثل غلوكوس في مكان الموجودة بالفوسفوليبيد يعني إحنا الفوسفوليبيد قلنا مكونا من 2 فاتي أسيد تشين مع غليسيرول وفوسفيت جروب بالنسبة للغليكوليبيد، instead of phosphate، we have glucose or sugar, mainly glucose إذن استبدلنا الفوسفيت اللي موجود بالفوسفوليبيد بالغلوكوس فأصبح لنا المركب هو glyكوليبيد الأخرى من اللي هو السيرول، هم موجودة من البكتريال الممبرين لكن موجودة بالplant والانيمول ممبرين typically in animal الستيرولز الموجود نوع الستيرول هو الكوليستيرول واللي بالplant ممبرينز النوع الستيرول الموجود هو استيغماستيرول وهذا مخطط يوضح الأنواع اللي حكينا عليها اللي هي الفوسفوليبيد والغلايكوليبيد والستيرول قلنا الفوسفوليبيد هو عبارة عن 2 fatty acid chain مرتبطة بالغليسيرول معها الفوسفيت بالهيد وممكن ترتبط بأذر جروب مثل الكولين أو أذر جروب حسب نوع الفوسفوليبيد الأذر اللي هو اللي هو الغلايكوليبيد قلنا الغليسيرول يرتبط بأيضا هو عبارة عن مكونا من 2 fatty acid chain مرتبطة بالغليسيرول أو السفينغوسين وأيضا موجود في الهيد بدل الفوسفيت موجود أن الشجر اللي قلنا هو الغلوكوس والستيرول اللي هو يتكوى من الستيرويد اللي هو مصلي كوليسترول قناء انيمال منبران هذا الفوسف يظهر الهيدروفيليك and تكون إلى الغلوكوس موجودي الهيدروفيليك موجود من المواد من المواد من المواد موجود إلى داخل وإلى الخارج الخلية والثيروكوس والثيروكوس استلام الرسائل الكيميائية من الآخر من الخلايا الأخرى وهو أيضا يعمل كريسيبتر الآن الثاني في هذه المقرية هي فات صليبال فيتامين في الوصف فات صليبال في طيب وهي فات صليبال فيتامين ما يعنينا في محاضراتنا هو الفات صليبال فيتامين فات صليبال فيتامين موجود في فات فات ميات مثل فات ميات ليبر دياري فات ايجيوك فيشتابل فيشتابل سيد اويل و ليفي جرين فيشتابل موجود في أنواع مختلفة من الدهون الأطعمة مثل عندنا الفات ميت الفات الموجود في اللحوم الكبد والدهون الموجود في الألبان البيض والزيوت النباتية المختلفة وأيضا في ليفي جرين فيشتابل الشهر اللحمن تحدث يخبض بالدلاة مع الزيوت يخبض بالدل ي wieder البيض إلى المطف دائما ماله يكون مع الفات. تحتاج الى الامتصاص حتى يسيغ الامتصاص. ويسيغ الامتصاص. النقل البما انه هي النوع من انواع الدهون فطبعا تحتاج الى ناقل بداخل البلد اللي هو يعتبر كاكيوس ميديا. أشنه هي النواقل اللي تنقل الفات بالبلد؟ هي أنواع يمع البلد الذي ت workloads الأول کے بعد واقضت من جانبUs الذي تقضل قطر الكلوميكرون والع comedic وضع الدهون لدهون والإمكانية على شرقات للتي Babeol Pro Corona والإمنة للتوجه من جانب الدهون، والمنحية الأول کے بعد واقع مثل الى نواقل للهون الموجودة . ويستخدمها في الناس أو في الناس الخزن من الناس في الناس في الناس و الناس الخزن بما أن الفات صليب الفيتامين هي نوع من أنواع الفات فإذا هي الابسوربشن الديجسشن كلها تمشي مع الفات نفس اللي يمشي على الفات هو أيضا يطبق على الفات صليب الفيتامين الفات صليب الفيتامين توجد 4 طبعات فيتامين التي توجدون الفيتامين A والفيتامين E والفيتامين D والفيتامين K مثل 4 طبعات فيتامين فيتامين A, D, E و K نبدأ من الفيتامين السلوبة الصليبية والفيتامين A وقلات في هذه الفيتامين يمكن أن توجد في الناس السلطة القطولة والفيتامين الكاروتين يوجد في الكاروتين المقلات والغطى الصعورة والفيتامين مثل المانغو هذه بالنسبة للسورس من الفيتامين A نجي على الأنواع الفيتامين A الفيتامين A موجود بثلاث أشكال من البيولوجيكال اكتف موليكيول اللي هي الريتينول والريتينال اللي هو ريتينالديهايد أيضا يسمى وأيضا أدنى الريتينويك أسد إذن موجود بثلاث أشكال موليكيول الفيتامين A ريتينول ريتينال والريتينويك أسد هذه هي المشكلة ريتينال والريتينول والريتينويك أسد بالنسبة لي الريتينال present in two ايزومار بشكلين يكون الالترانس ريتينال والالالفين سيس ريتينال إذن بشكلين او ايزومار أحد يعني الالفين سيس ريتينال هو الايزومار الالترانس ريتينال البيتا كاروتين which is a member of a family of موليكيول known as carotenoids بيتا كاروتين consist of two molecule of retina linked at their aldehyde ends ولهذا نعتبره هو pro-vitamin form of vitamin A هو يعني pro-vitamin يعني ما قبل الفيتامين شكل من أشكال ما قبل الفيتامين للفيتامين A ليش؟ لأنه كل موليكيول من الكاروتينويد تطقي أو consist of two molecule من الريتينال bind at their aldehyde end بالنسبة لالother form of vitamin A اللي هو الريتينال والريتينوك أسد considered as hormones تعتبر كهرمون أو it act as a hormones أي نوع من الهرمونات بتشبه الستيرويد والثيرويد هرمون in its action or in their actions الريتينال والريتينوك أسد it can act as a steroid and thyroid hormone action فاعتبرون كفاملي أو a member of this these hormone families so other vitamin أو fat soluble vitamin act in this way is الvitamin D الvitamin D أيضا consider as a hormone and it act like steroid and thyroid hormone enter the cell and affect gene expression now functions of vitamin A the first function and the important function of vitamin A is important for visual cycle so what is the rule of vitamin A in vision vitamin A is a component of visual pigment of rodent cone cells rhodopsine the visual pigment present in rod's cell in the retina is necessary for vision in dim light rhodopsine consists of 11 cis retinal specifically bound to protein called obscene يعني vitamin A هو أحد المكونات المهمة في visual pigment الموجودة في خلايا الrods والكون الموجودة بال retina المسؤولة عن الرؤية في خلايا الrods هي المسؤولة عن الرؤية في dim light أو الإضاءة الخافتة أو المعتمة الrodopsine من إيش تتكون من 11 cis retinal اللي هو أحد أشكال الفيتامين A مع البروتين اللي هو الأوبسين إذن إتحاد 11 cis retinal مع الأوبسين بروتين يطعينا الرhodopsine اللي هي تعتبر كvisual pigment of rod cell إذن الرhodopsine هي الvisual pigment لل rod cell in the retina So how the visual cycle occur 11 cis retinal plus obscene as we said give rhodopsine only isomerization فقط يغير شكله إلى 11 cis retinal والcycle ترجع من أول وجديد أنه 11 cis retinal يرتبط مع الأوبسين وينطينا الرودوبسين إذن عند تعرض الرودوبسين لللايت لما يتعرض إلى الإضاءة يتفكك إلى الأوبسين وإلى الالترانس رتينال حتى تكمل الدورة لازم الالترانس رتينال يرجع يسير بينه isomerization ويتحول إلى 11 cis retinal حتى يرتبط مرة ثانية بالأوبسين وينطينا يرجع يكون صبغة الرودوبسين مهم في النمو مهم في التكاثر ومهم في المنتيننس of epithelial cells أيضا act as antioxidant يشتغل كمضاد للأكسدا واللي أيما شكل من أشكاله هو البيتا كاروتين هو act as antioxidant to protect the body against the disease أيضا it is important for immunity now what is the clinical significance of vitamin A deficiency يعني إذا صعدنا deficiency of vitamin A لش نتوقع السمتوم اللي غح تظهر أدنا first of all night blindness اللي اللي هو العشو الليلي which is poor vision in the light second follicular hyperkeratinosis اللي التقرن اللي صيغ في الجلد ويكون بها follicles و increase susceptibility to infection and cancer زيادة التعرض للinfections والcancer a prolonged lack of vitamin A إذا استمر deficiency of vitamin A لفترة طويلة يعمل أن deterioration of eye tissue يعني تدهور eye tissue through progressive keratinization تقرنات الصيوب بالكورنية في قرنية العين والcondition يسمونه 0 ثانمية اللي يجفاف العين مثل ما نعفحنا الفيتامين A هو fat soluble vitamin بما أنه fat soluble vitamin so it can be stored in the body فبما فبما أنه ممكن أن يتخزن أي excess amount وبما أنه fat soluble vitamin أيضا فال excretion ما لنه تكون صعبي ما مثل water soluble vitamin يكون عادة ما يسيغ التوكسيستي مالا قليلي أو ما تحدث أصلا لأنه excretion يكون easy بينما fat soluble vitamin من COP وال excretion ما لا تكون معقدة أكثر من water soluble vitamin ولهذا excessive amount can lead to toxic effect so excessive intake of vitamin A lead to hyper vitamin osis اللي early sign ما هي in the skin it become dry and pruritic جفاف والحك في الجلد liver enlarge and become cirrhotic تضخم وتشمع الكبد و nausea and diarrhea ممكن أن يستي الغطيان والإسهال و increase intracranial pressure والbone pain ألم العظام vitamin A should not be given in excess amount in pregnant women because it caused congenital malformation in the developing fetus إذن الفيتامين A يجب أن لا يعطى بكميات كبيرة للحوامل لأنه ممكن أن يأدي إلى التشوهات الخلقية في الجنين الآن نبدأ بالتشوهات الثاني 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 which is vitamin D vitamin D مثل ما قلنا هو steroid hormone like action يشتغل مثل steroid hormone يشتغل كاستيرويد هورمون like action يعني هو يشتغل في الجين اكسبرشن بعدما يسيغل انتراكشن مع الريسبتر الموجود داخل الخلية طبعا الفيتامين دي present in two form اللي هو فيتامين دي تو وفيتامين دي ثري الفيتامين دي تو السورس ماله هو من البلانت السورس يجي من الارغوستيرول بينما الفيتامين دي ثري فهو مصدره اما من الانيمال سورس او انه البادي اندوجيني فارمد ات from seven dehydrocholesterol اذا الفيتامين دي تو المصدر ماله هو from the plant والمصدر هو الارغوستيرول والفيتامين دي ثري المصدر ماله هو اما اندوجيني البادي يصنع هذا الفيتامين من seven dehydrocholesterol اللي موجود فيه الاسكن او انه من المصدر ماله from animal sources so sources of vitamin d احنا السورس of vitamin d قلنا ايضا from diet or from endogenous or from endogenous vitamin precursor so from diet اللي قلنا الموجود عدنا شكلين اللي هو الفيتامين دي تو اللي نسمينه الارغو كالسيفيرول found in plants والكولي كالسيفيرول اللي هو الفيتامين دي ثري اللي هو found in animal sources so animal sources عدنا مثل عدنا الvarious fish species مثل السلمون السردين التونة الكاتفش كلها هاي صورس ايضا fish oil cod liver eggs ايضا beef liver mushrooms كلها هاي صورس of ال فيتامين دي الاندوجينوس فيتامين precursor اللي هو عدنا 7-dehydro cholesterol and intermediate 7-dehydro cholesterol يعتبر كintermediate in cholesterol synthesis is converted to colical cipherol 7-dehydro cholesterol يتحول الى colical cipherol in the dermis and epidermis في طبقات الجلد اللي هي dermis والepidermis of human exposed to sunlight طبعا اشون تتحول 7-dehydro يتحول 7-dehydro cholesterol الى colic calciferol عند التعرض لل sunlight ريشاء الشمس الاكتوف form of vitamin d هو 125-dihydro vitamin d3 ايضا ممكن نسمينه 125-dihydro colical cipherol لانه الفيتامين d هو colical cipherol اذا كان d3 وال ergocal cipherol اذا كان d2 او ايضا نسمينه 125-dihydro vitamin d3 as we said or called calcitriol يعني هو structure اللي هو 125-dihydro vitamin d ايضا نسمينه calcitriol هذا الاكتوف form of vitamin d اذا اش الاسمة ممكن ان نسمينه 125-dihydro vitamin d3 ممكن ان نسمينه 125-dihydro oxycholic calcitriol وممكن ان نسمينه calcitriol هذا الاكتوف form of vitamin d now calcitriol اش يش طول هو calcitriol يعمل ان complex مع receptor اللي موجود داخل cell interact with dna in the nucleus of the target cell in a manner similar to that of vitamin A و similar to that of الهورمون اللي like steroid هورمون يدن يرتبط مع receptor يعني calcitriol receptor complex interaction يدفعل مع او يدفعل مع ال dna الموجود في nucleus بال target cell calcitriol قلنا function primarily to regulate calcium and phosphorus homeostasis يعني هذا يعتبر اهم function ل calcitriol او active form of vitamin d هو انه ينظم calcium وال phosphorus homeostasis الميتابوليزم of vitamin d اشن نحصل على active form of the vitamin d active calcitriol اللي هو derived from ergosterol احنا قلنا شكل اكل الفيتامين d اللي يهمنا هو plant source وال animal source او اللي يجي من الاسكن وقلنا الplant source نسمينه الارغosterol هذا هو المصدر الفيتامين d من الplant source واللي من الانيمول قلنا او من الاسكن هو 70 hydro cholesterol producing skin so الارغosterol هيتحول الى الارغو calciferol اللي هو الفيتامين d 2 بعد ما يتعرض لل ultraviolet irradiation و in this skin 70 hydro cholesterol converted to colic calciferol اللي هو الفيتامين d3 بعد ما يتعرض ايضا لل ultraviolet irradiation اذا الارغosterol يتحول الى الارغو calciferol وال 70 hydro cholesterol يتحول الى الان وصلنا الى وصلنا colic calciferol والارغو calciferol وحنمشي هيم نفس الخطوات سواء ارغو calciferol او colic calciferol انا گاه تحدث فقط عن colic calciferol هو نفس ما يطرع على colic calciferol ممكن أن يطرق على الإرغوكالسيفيرول يعني نجي إلى الليبر يرتبط مع إرغوكالسيفيرول إضافة أول خطوة في الاختفاق للفيتامين دي يصيب بإضافة الهايدروكسيل جروب بالبوزيشن نمبر 25 فهي تكون أدنا مركب نسمينه 25 هيدروكسي فيتامين دي طبعا بوجود الإنزام اللي هو 25 هيدروكسيليز إنزام يحول لنا الكوليكالسيفيرول اللي امتصط الأمعاء يتحول إلى 25 هيدروكسي فيتامين دي من إيصب جد 25 التسمية هاي أنه إحنا ضفنا الغدروكسي يعني ضفنا هيدروكسي جروب هيدروكسيل جروب إلى الكوليكالسيفيرول والإضافة كانت بالكاربون نمبر 25 طبعا طبعا الـ 25 هيدروكسي فيتامين دي يعتبر الميجر سيركوليتي فورم وإحنا إذا نريد نقيس الفيتامين دي بالبلد إحنا نقيس مستوى الـ 25 هيدروكسي فيتامين دي الآن الغدروكسي فيتامين دي إلى كالسيترايول اللي هو الكالسيترايول أو اللي نثبينه أيضا 1-25 دي هيدروكسي فيتامين دي أكير ثرو the activity of specific إنزيم اللي هو 1- هيدروكسي ليز إنزيم إذن حتى أحول 25 هيدروكسي فيتامين دي إلى الأكتف فورم أحتاج another هيدروكسي ليز بوجود 1- هيدروكسي ليز إنزيم وصب موجود هذا 1- هيدروكسي ليز إنزيم present in proximal convoluted tubule of the kidneys في الكلا و in bone موجود في العظام وب البلاسنتا المشيمة أشغل اللي غحول 25 فيتامين دي هيدروكسي فيتامين دي إلى الأكتف فورم اللي هو 1-25 دي هيدروكسي فيتامين دي أو اللي نسمينه الكالسيترايول أيضا الـ 25 هيدروكسي فيتامين دي can be هيدروكسي ليت at position number 24 position by specific 24 هيدروكسي ليز إنزيم in the kidney اللي موجود بالكدني والإنتستين البلاسنتا and the cartilage هذا بهالشكل هذا إذا إذا صعدنا الـ hydروكسي ليشن at number 24 أحين تجأدنا أيضا فيتامين دي هيدروكسي فيتامين لكن ننسمينه 24 25 دي هيدروكسي فيتامين دي بس هذا الشكل يكون inactive يعني الـ active فورم هو 1-25 دي هيدروكسي فيتامين دي يعني الـ هيدروكسي الـ group تكون بالposition number 1 إذا صعد second هيدروكسي بالposition number 24 يسي inactive form of فيتامين دي in general رح نحكي على المخطط اللي ما حكينا عن الميتابوليزم of فيتامين دي نحن قلنا الـ فيتامين دي السورسز ما له إما من الدايت أو من الـ اندوجينس اللي هي من السيفن دي هيدرو كوليسترول فالسبن دي هيدروكوليسترول لمن تتعرض للسن لايت قح يتحول السبن دي هيدروكوليسترول اللي موجود فيه السكن يتحول إلى الكوليكالسيفيرول دي هيدروكوليسترول go to the intestin and it will be absorbed transported by binding transported in the blood binding to specific protein binding protein ينتقل من بعد الابسوربشن من الانتستن إلى الليفر حتى يحدث علينا أو تنتج عملية الفرست هيدروكسيليشن اللي تصيغ على الكوليكالسيفيرول حتى نكون لـ 25 هيدروكسي فيتامين D أيضا الكوليكالسيفيرول موجود بالدايت اللي موجود قنة بالفش ميت موجود بالمشروب أو حتى بالنسبة للبلانت سورس اللي هو الفيتامين الإرغوكالسيفيرول بنفس البروستس ستمر علينا بعد ما يسيغ بينه امتصاص من الانتستن يذهب إلى الليفر بالليبر أول هيدروكسيليشن أكير إن ذا ليبر يحول الكوليكالسيفيرول إلى 25 هيدروكسي فيتامين دي السيكند هيدروكسيليشن أكير إن ذا كدني كدني احنا قلنا موجود بالكدني بالبون بط خلي نقول ما ينلي إن ذا كدني يحول إن الـ 25 هيدروكسي فيتامين دي إلى الـ active form which is 125 دي هيدروكسي فيتامين دي اللي هو قلنا مهم في الكالسيوم أبزوبشن مهم وأيضا يحافظ على الفوسفورس يعني هو مهم في الـ homeostasis of calcium and phosphate it increase calcium absorption increase urinary calcium re-absorption and increase bone mineralization فبهالحالة هاي يزيد البون mineralization الكساح يعني نقص الفيتامين دي عملنا الكساح في الأطفال ولين العظام في الكبار هاي الصورة تبع توضح طفل مصاب بالكساح وبعد سنتين من العلاج بعد ما أخذ فيتامين دي رجعت شكل الساق إلى تقريبا الشكل الطبيعي أو قريب من الطبيعي يعني ممكن بالتريتمين تتحسن المصاب يعني بالنسبة للمصابين بالكساح إذا صار عندهم deformتي بالليكس بما أنه الفيتامين دي هو فات صوليبل فيتامين ونتوقع عن يصير بينه توكسيسيتي الفيتامين دي is most toxic vitamins of all vitamins so why it is most toxic because it's stored in the body and slowly metabolized so high dose can cause loss of appetite فقدان الشهية, nausea, thirst, enhanced calcium absorption and bone resorption result in hypercalcemia زيد امدساط الكاليسيوم وبالتالي يزيد أدنى أو يعمل أدنى الhypercalcemia الآن الثالثة like salt solubal vitamin is vitamin E أيضاً نسمي توكوفيرول Wetamin E is a mixture of several related compounds known as tocoperoles الفيتامين E هي الفيتامين ألفا بيتا غاما دلتا توكوفيرول لكن الأولي الأولي هو الفيتامين توكوفيرول السورس الفيتامين A البيتامين أوليس هم مفتاح الفيتامين A وكما لذيور و الزيوت يمتع مدير المنطقة يعني الفيتامين الزيوت النباتية أكثر سورس غني في الفيتامين E يجي بعد الليبر والأيجس أيضا تحوي على الفيتامين E بكميات أقل من الفيتامين The most important function أو major function of vitamin E is antioxidant إذن it acts as antioxidant The clinical significance of vitamin E deficiency No major disease state that have been found to be associated with vitamin E deficiency due to adequate level in diet متوفر في أنواع مختلفة من الغذية في زيود في الليفر في الأيج الغذية من الغذية من is rare فما أدنى فقد major disease ينتج من الغذية من vitamin E أيضا toxicity ممكن أن تحدث لكن vitamin E يعتبر the least toxic of the fat soluble vitamin بينما المص toxic قنا vitamin D Now the last fat soluble vitamin is vitamin K vitamin K present in different form first of all we have vitamin K1 called also phyloquinone present in green vegetables and the second type is vitamin K2 which is also called minaquinone this type produced by intestinal bacteria and can be present in animal source also and the third type is vitamin K3 which is synthetic form of vitamin K and it is called minadion it is two natural form of vitamin K which is vitamin K1 from plant source and vitamin K2 which is from animal source or it can also be synthesized by intestinal bacteria and we have one synthetic form of vitamin K which is vitamin K3 significant sources as we said can be synthesized from bacteria present in the intestine also from animal source like liver from plant source like leafy green vegetables cabbage type of vegetables and from milk function of vitamin K first were act as a co-factor of liver carboxylase enzyme which carboxylates glutamate residue to gamma carboxyl glutamate يعني function يشتغل ك co-factor مساعد ل m enzyme carboxylase enzyme معنى carboxylase معناها هو قيضيف carboxyl group يعني co2 group which carboxylate اش غح يعمل اش واصب غح يضيف ل glutamate residue ل جزء glutamate الموجود في different types of protein اللي من ضمن blood clotting protein يحول لglutamate residue to gamma carboxyl glutamate during the synthesis مثل هذا في اي حالات موجودة او في اي نوع من البروتينات موجودة مثل ادنى synthesis of prothrombine and other coagulation factor factor 7 و factor 9 و factor 10 يسموها post translation reaction اذا اول function هو co-factor co-factor لأي انزيم لcarboxylase انزيم اذا act as a co-factor for carboxylase انزيم يحول ان هذا carboxylase انزيم carboxylate يعني carboxylation لل glutamate اللي موجود في انواع معين من البروتينات يحول هذا glutamate الى gamma carboxyl glutamate مثل adnus synthesis من l-opoprothrombine وال other coagulation factor like factor 7 و 9 و 10 carboxylation glutamate chelate calcium ion هذي اش اش تعمل هاي carboxylate glutamate تعمل chelation لل calcium permitting the binding وتسمح لارتباط the binding of blood clotting protein to the membrane بتخلي هاي البلود clotting membrane أو blood clotting protein ترتبط بالmembrane فتساعد في عملية coagulation ايضا هذا glutamate موجود في other types of protein like osteocalcine that is present in the bone ايضا form the binding site هاي ال gamma carboxyl glutamate تكون in binding site for calcium in other proteins like osteocalcine ايضا act as a cofactor for carboxylase enzyme حتى يعمل نجام carboxyl glutamate الريزيول موجود في blood clotting factors وموجود ايضا في other types of protein like osteocalcine vitamin k deficiency since vitamin k 2 form is synthesized by intestinal bacteria deficiency of vitamin in adult rare يعني عادة قليل ما او نادر ما يحدث ادنا deficiency في vitamin k2 in adult ليش لانو intestinal bacteria الصنع هذا vitamin vitamin long term can lead to deficiency of vitamin k in adult ليش لانو لانو term antibiotic treatment اش راح تعمل لالبكتيريا الموجودة بالانتستان فبهل حالة هذا هذا source of vitamin k راح يقل او ينعدم ادنى فيصير ادنى ممكن سيؤدنا deficiency of vitamin k deficiency is accompanied by bleeding tendency احنا قلنا هو مهم في synthesis of blood clotting factors ولهذا في البروتينات اللي مهمة في عمليات تخثر الدم لهذا اذا سيؤدنا deficiency of vitamin k اش غحي سيؤدنا ال bleeding tendency with prolonged prothrombine time عمل التخثر غح او زمن التخثر البروثrombine time وحزين vitamin k deficiency may be due to treatment with anti coagulant مثل ادنى الwarfarin اذا اذا شخص يستخدم anti coagulant مثل الwarfarin ممكن ان يسيو عنده ايضا vitamin k deficiency it lead to reduce the level of vitamin k dependent coagulation factor ليش غح تقلل الcoagulation factor اللي تعتمد على vitamin k and lead to hemorrhage ممكن ان يتأدي الى النزف so vitamin k consider antidote for warfarin اذا شخص صحو عنده bleeding وكان يتناول الwarfarin النوع من الанти coagulant اللي هو الwarfarin وصحو عنده bleeding نتوقع انه سبب هذا الbleeding هو بسبب الwarfarin فممكن ان اعطينه vitamin k antidote بهالحالة حتى يعوض النقص الحاصل في vitamin k toxicity of vitamin k prolong administration of large dose of vitamin k can produce hemolytic anemia and jundis يصيق نتكسر في الخلايا ويصيق أن jundis الاصفرار اللي سيق in infant due to toxic effect on red blood cell in summary of this lecture اخذ الممبرانز وقلنا الممبرانز composed of lipids protein and sugars اخذ نا الفات soluble vitamin قلنا 4 types of fast soluble vitamin اللي هم vitamin a d e k vitamin a consist of 3 biologically active molecule اللي are retinol retinal and retinoic acid function function vitamin a important for visual cycle for growth reproduction and maintenance of epithelial cells vitamin vitamin d is considered as steroid hormone biological active form of vitamin d is 125 dihydroxy vitamin d major function of vitamin e is act as natural antioxidant and the major function of vitamin k is maintenance of normal level of blood clotting proteins proteins